السلام عليكم اليوم سنقوم بتجربة ممتعة وهي تجربة بركان الصابون سنحتاج ابريقا ومحقنا كأسا من الخل بايكاربونات السوديوم ملون طعام ماء وصابون سائل سنبدأ الآن بتجربتنا سنأخذ ملعقتين صغيرتين من بايكاربونات السوديوم ونسكبهما في المحقن تأكدوا بأن كامل الكمية قد دخلت الابريق والآن سنأخذ كأس الخل ونبدأ بسكبه في المحقن لاحظوا سرعة التفاعل بين الخل وبايكاربونات السوديوم نضع الآن الصابون ليعطي تأثيرا بركانيا ولنطفي لونا على التفاعل نضع قليل من ملون الطعام والآن بقليل من الحذر نضع الماء ونتراجع قليلا نضع المزيد من الخل أوه رائع لاحظوا إنه يبدو كحمم بركانية حقيقية يا للروعة عليكم الحذر بأن لا ينسكب السائل على الأرض فيتسخ المكان أتمنى أن تكون التجربة قد حظيت على إعجابكم وأرجو أن تضغطوا زر الإعجاب بالمقطع والاشتراك بقانناتنا ولا تنسوا مشاركته بين أصدقائكم السلام عليكم وإلى اللقاء في المرة القادمة ترجمة نانسي قنقر